أستاذ الأميس ومن بورتو البحيرة ولكن في شكلها الكارثي زي ما احنا شايفين ده نموذج لأحد الأراضي الزراعية اللي بتغرأ فيه المياه يمكن مياه خليط ما بين مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي خاصة بعد التقس السيء الذي تعرضت له محافظة البحيرة وأدى إلى غرق العديد من الأراضي يمكن حاولنا قدر الإمكاني أن نلف النهاردة ونتجول فيه عدد من القرى التي تعرضت له رحنا قرية المسعدة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي رحنا قرية الصعيدة رحنا قرية الشرقان يمكن قرية الصعيدة والشرقان من أكثر القرى التي تعرضت للغرق يمكن تقريبا ما فيش أهالي متواجدين في القريتين دول تحديدا إلا القليل منهم أغلب الأهالي أو معظم الأهالي هجروا إلى منازل أخرى أو هجروا إلى أقاربهم في أماكن أخرى ليبتعدوا عن السيولة التي اقتحمت القرية يمكن غالبية القرى التي تعرضت لهذه السيول أهلها تخلوا عن أحذياتهم أصبحوا لا يرتدون الأحذيات التقليدية ولكن أصبحوا يرتدون الآن الكوزلوك وهو الحزاء اللي هو البلاستيكي ذو الرقبة ده طبعا علشان يقدروا يمشوا في الشوارع ويقدروا أن هم يروحوا لأماكنهم اللي هم متعودين يروحوا لها إحنا دلوقتي معانا بعض الأهالي من قرية المسعدة التابعة لمركز المحمودية حاج محمد صاحب الأرض الزراعية اللي في الخلفية معانا حاج محمد بنرحب بيك على شاشة يا مرحب والله الأرض ده أرض هي توقيت مبدورة برسيم وحاليا ما عادش باين في برسيم ولا باين في حاجة وساكن في البيت الدورة تحتاني والله في غلة ورز وتيب نتعى البهاي ومقمورة معمورة البهاي وفرح منه قدام من المتر اهو المتر غرق أرضي وبعثنا جي السيد الرئيس الوزراء وجي السيد المحافظة وجي السيد عصام القاضي وجيه النحاء وجيه ناس من المضمنهور والحد دلوقتي ما عاد جبننا نتيجة ولا عاد عمينا حاجة المصرف ركبني والمهر ركب بيتي داخل بيتي الغلة والرز والتيبن كله بص جوه وبهاي ما مش في البيت وطير مات وحاله كله راح لحاله معادش عندي حاجة وصير البيت توقف حني بقى لو قد ايه الوضع ده الوضع ده بقاله نهر 10 طيال ومحد جيه لو الساعة الفينة لحد النهارضي ولا عاد ساعة الفينة والحد دلوقتي ما بتطوك على نزم هاي وكل اللي يجي وقللي حد تصف في المية وحد تشف في المية والصبر حيل وقللي يا رب بتقول يا رب ما فيش فايدة محدد سمع كلامنا لحد النهارضي واخري ببيتنا وجه في حني لا زراعة في زراعة ولا عاكل باهم عاد أكل بهاي وباهم حتى مش موجودة في الضبطة اللي عام في أرض تانية فاضي اليوماني شاء الله حد شنو ما تترى ما فوق البيت شكرا حاجة محمد يمكن معنا حد تاني من أهالي قرية المسعدة تفضل معنا للصوص السابت قلنا انت بتتعايش ازاي مع السيول اللي اقتحمت القرية في بيتك في شغلك بتتعامل ازاي انت واسرتك أولا المساء الخير يا أستاذ الأميس على البرنامج المحترم بتاعك احنا من قرية المسعدة قرية المسعدة دي من أكثر القرى احتياجة لا فاء صرف صحي لا فاء تعليم التعليم فاء نهار لا عندناش مدارس عندنا الأولاد بنشلوها نودوها المدارس ماشي بنشلوها على كتفتنا نودوها المدارس ما عندناش صرف صحي الماء اللي عندنا دي مية شتا مية أمطار مية أرض زراعية ما عندناش بتصرف علينا في البيوت ما عندناش حاجة هي جماعة خالص احنا بنناشد الحكومة تبص القرية المساعدة من عين الرحمة من عين الرحمة تبصنا البلد ديت مفيش مسؤول بجلنا مئة سنة مفيش مسؤول نزل البلد دي لا فيها طريق لا فيها صرف صحي لا فيها تعليم ما فيهش اي حاجة نهائة خالص مفيش مسؤول بيجينا محافظة البحيرة لرئيس وزراء لرئيس مجلس مدينة لرئيس مجلس قرية مبينزلناش نهائة خالص السلسة بتعايزين نعرف منك بس السيول اللي حصل دي هل يعني دخلت على المنازل او غرائت المنازل والاراضي الزراعية بس ولا الوضع ايه بالضبط في قرية المساعدة يا استاذنا الفاضل مفيش عندنا بيوت اسمها مش غرجانة عندنا الدور الاولاين في البيوت غرجان مية الناس بتشير اطفالها بتطلحها جامعا جاملين لنا سلالم خشب يا جماعة بننزلوا عليه الطرق مفيش طرق خالص عندنا في القرية طرق مفيش طرق خالص كلها مية مفيش طرق اساسا وكل مسؤول يعني مفيش مشوفناش ولا مسؤول غير اليوم عندهم ومسؤول ايه ييجي ويركب عربوته وتتكل على الله مفيش مفيش مسؤول خالص مفيش حل سريع احنا بنناشد السيد رئيس الجمهورية يبص القرية المساعدة يعني قرية المساعدة عموما في وجه بحري دي اكثر احتياجا يا جماعة مفيش مسؤول خالص نهائي مفيش مسؤول خالص نهائي بيجي قرية المساعدة بصونا من عين الرأف يا جماعة قرية المساعدة بصوها من عين الرأف يعملو لنا صرف صحي يعملو لنا مدارس لأولادنا التعلم فيهم شكرا يا رئيس شكرا سابت يمكن معنا حد اخير من اهالي قرية المساعدة يمكن قرية المساعدة السيدة الميسل لتنويه تعد من او مصنفة من القرى الاكثر الاكثر فقرا في مصر فضل سامي من اهالي قرية المساعدة اقول لنا الوضع عندك ايه في البيت والسيول مساءة خير يا استاذة انا سامع عود سلمان عيسى من قرية المساعدة مركز المحمودية بحيرة المساعدة دي مش قرية صغيرة قرية كبيرة هو عمودية بلدين عزبة حرجان وعزبة الحسانية وبالنسبة لو تكلمنا عن المطرة طبعا قطع الطريق الطريق نفسه مكتوح هكلمك عن ايه ارضي ماتت زرعة ماتت حبوب بتاعت ناس مخزنينها اكلها وشربة كل دي راح وساح وضعف المية الطرق مكتوح عدتت الارض طهت المزارع ماتت في راخل الناس ما عادش عارف اي حالي الطرق مكتوح مش عارفين عدو شكاية الرمل اللي عاملينها نمشوا عليها طلع يكشف ولو حصل اي مستغرة في البلد ما عارفتش عارفت حرة طيب السيول دي هل سببها الامطار بس ولا في مشاكل تانية حصلت امطار وفيه مية جايلنا من كل اتجاه من غرب وبحر وجبل من جميع الاتجاهات المية جايل من جميع الاتجاهات ما حدش عارف لها اي مزة طلعنا عطره جوه جفنة جايلنا الوزير وجايلنا المحافظ وما فيش اي قرار تاخذ الغطنار شكرا شكرا سمي سوزة الميز سيمكن ده كان مشهد سريع من بعض اهالي قرية المسعدة في محافظة البحيرة وده الوضع زي ما نقلناه وعودة الى السوديو مرة اخرى شكرا